الراجل عرف يوظف اللعيبة كويس قوي ورجع اللعيبة على حالتها كويس وإذا كل إيه زي ما قلت لكم فيه مناخ مناخ موجود فدلوقتي الناس تقولك إيه أصلا ما ينفعش نشتري إمام عشور أصلا ما ينفعش نجيب عشان بش عارف عمل إيه بلاش مصطفى فتحة لا بلاش فلام علان بش إحنا اللي بنقول مجلس الإدارة كابتل الخطيبة أنا عارف في الأيام اللي فاتت دي قاعد مع المدير الفني وشاف هو عايز إيه إيه النواقص اللي عندك في الفرقة عشان يقدر يكمل بيها عشان يقدر يحوز على المستوى وعلى النتائج الطيبة اللي حصلت هذا الموسم فعشان كده شيلوا بقى من دماغ كل واحد بقى إحنا بنتكلم بس مع برامج بعض اللعيبة القدامة وبعض الصحفيين وبعض الناس اللي يقولك عليهم خبرة وهات يا كلام وهات يا حديث وما ينفعش واحد حصل كذا وبعدين نجيبه تاني واحد مش عارف ده ما ينفعناش ده ما أمال مين اللي ينفع لما انتوا هتتكلموا إحنا بقينا الوقتي 120 مليون ناقد رياضي بنفهم في الرياضة بنفهم في السياسة بنفهم في الفن سيبوا كل واحد في المهنة بتاعته يقدر يقدر يفكر كويس إحنا الناد الأهلي زي ما بقول لكم هو مصدر السعادة قدر يفرح جماهير مصر كلها وانا بشيروك كده عشان حاجة لأ حتى جمهور الزمالك فيها ناس كتير قوي فرحت جدا للناد الأهلي هيعمله وانا واحد من الناس اعلاني الناد الزمالك بيحصل فيه كده بس هنقمد دي بالجوء مش بتاعتنا احنا بقى انا ببص للنادي بتاعي النادي بتاعي بيفرحني بيفرح جماهيري وبيفكر التفكير مفيش حسن من كده فعشان كده اه وبعد الناس قول لي ايه وانا ماشي بالعربية او انا قاعد في حتى كابتن وانا بقول لي الكابتن الخطيب عاوزين فورود عاوزين مهاجم جامد قوي مش انا اللي بقول احنا كلعبة لعبت مع كابتن الخطيب ولعبت مع نجوم كبيرة قوي الحمد لله انا ما بدخلش في حاجة ولا اقدر افرد عليه حاجة انا اللي بيطلب مني وانا برا النادي الأهلي اعمله بعمله وانا مغمض خلاص حتى ما بتكلمش في اي حاجة هو ده النادي الأهلي وهم دولوا النادي النادي الأهلي انما بقى الناس اللي بتفتت تانية يقول لك اصل الاهلي احسن الوحشين اصل احسن الوحشين في ايه ده لنا سمحها بقى بودن دي من بعض البرامج احسن الوحشين في ايه لنا رايح كاس العالم وكسب السوبر السوبر المصري وبطولة افريقيا طب انتو عايزين ايه تاني عايزين ايه تاني ما انا معرفش النادي اللي هيعمل لكو ايه هو يعني احنا المفروض مش بنحافظ على الكيان اللي هو بيسعد الناس ولا احنا نفضل نخرب فيه كده ونقنقش فيه وبتالى حد من بازر ما ينفعش عشان كده بقول الاتحاد الكرة انت بقى من الموسم الجديد خلاص الموسم الجديد بحلو ومرو بايجابياته بسلبياته بفارو بحكامه كل ده ما ينفعش والحاجة الاهم كمان اللي تنجح الموسم اللي جاي في الكرة انا بقى بقول الاخوة اللي هم المخرجين بتوع المباريات يعني انا مش عارف اقول لكم ايه بصراح تلت ارباعكم ما عندوش فكرة انتو مش عارفين تحطوا الكاميرا اللي هي عند الجول او ورا الجول اللي هي بتكشف الاوفصايد او بتكشف ازا كان فيه هندبول او فيه اي حاجة من ورا الجول محادش بيعمله مش حد موجود الحكام نفسهم عاوزين تدريبات الفار لازم يكون ناس متدربة على الفار الفار بيقعد عندنا بالعشر دقايق والربع ساعة ماينفعش وبنتعلمش من العالم برا عندنا كوادر اه عندنا كوادر بس احنا ناس مكسلين عشان كده الملعب بيحطولي ست كاميرات انت تنفعش ست كاميرات انت تحسن من المنتج بتاعك عشان تبيعه كويس الدور المصر لو تخدم كويس عليه هيجيب ملايين وهينعش الاندية كلها هينعش الاندية فعشان كده انا بقول لازم الفترة اللي جاية دي خلاص الدور يخلص وكاس مصر فاضل وماتش هيتلعب وبعد كده هيتوقف الدور العام فرق رايحة في البطولة العربية وفرق تانية حتى تريح عشان بتستعد للبطولات اللي جاية والناس بتعمل فترة اعداد عشان الموسم اللي جاي المخرجين لازم يتدربوا الناس اللي على الفرد لازم تتدرب المنظومة دي كلها في اتحاد والكورة لازم تغير فكرها شيل التفكير بتاعك اللي داخل السوقت اشتغل برا خارج الصندوق ما تقعدش يتفكر لي يعني هو اتحاد الكورة ما بيعندوش حاجة غير الجدول جدول ايه؟ فكر فكر كويس فكر ازاي تغلي الكورة المصرية ترجع رونقها تاني واحنا داخلين في كاس عالم وداخلين بعض الناس لما طلعت القرى قلت لك الحمد لله احنا وصلنا لا احنا ما وصلناه شوين احنا وصلناه بتعندك بوركينة فاسو دي فرقة في مستواك بس عندها محترفين اكتر من اللي عندك اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يا رب ان شاء الله ان منتخب مصر يوصل كاس عالم وسهل سهل بايه؟ بالنظام لازم بقى فيه سيستم الناس ما عندهاش فكرة والله العظيم الناس ما عندها فكرة يا جماعة ادارة في حاجة اسمها الادارة الادارة دي نجاح كل شيء مش عارفين انت النظام هو بطول الدورة عام ابقوا تقعدوا بقى بيقوا بقى فعشان كده انا بقول الدور خلاص خلص الحمد لله والناد الاهلي حققوا وحققوا كل البطولات التي اشترك فيها الناد الاهلي هذا الموسم انا بقول لجميل الناد الاهلي بقى اهدوا شوية على مجلس دارتكم